حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الموبايل على البرونتر الاتشي بي لزراجة 506 يعني هنتعرف ازاي ان اوصل البرونتر دي بالراوتر واي فاي عشان نقدر نستخدمه ونطبعه من الموبايل وعشان ما تقولش عليكم يلا مندخل في الموضوع على طول اول حاجة عتيجة انساش البرونتر كده ويتك على زرور الهوم ده المنزل ده وتنزل تحت عشان نعمل له اعادة ضبط مسنع لانه مساحات بيبقى لعبين في اعادة شبكة الراوتر واي فاي سننزل تحت عشان جدا لحد ما يجدنا كلمه اسمها اي administrator هى ده اكيد ثم بعد ذا سنختار general settings لو اتنى اختيار اكيد ثم نزل تحت عشان كده لحد ما يجدنا كلمه اسمها اي restore factory settings اكيد بعد ذا ستختار restore لو اتنى اختيار اكيد البرونتر ده الواتي هتوعمل اعادة ضبط المصنع لأمانة بالكامل ستنتفى دلوقتي وحتول إعادة قائنة لواحده سوف تختار اللغة والتاريخ والوقت والكلام هذه الخطوات سهلة إن شاء الله هذا يجب أن نعملها أول ما تشاري برينتر لكي يبقى لعبين في البيانات الشبكة الراوتر وتركب كابل الانترنت فهي تجد برينتر لا تتوسط بالراوتر فنعمل لها عدة بطمسنا لأن لو في أي حجم هذه الحاجات ستتصفر وستختفي ونبدأ بقى نشتغل كما يقولون على نظيف بعد ذلك يجب لك اللغة هي مفاشة لغة عربية فتختار انجليش بعد ذلك بتختار اتناشر اورز بعد ذلك بتختار اوكي بعد ذلك اوكي 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 بعد ذلك بتختار اوكي 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 ودلوقتي عملنا عادة ضبط مصنع بالطريقة الصحيحة سنعمل لدلوقتي سنلف البيانات من وراء عشان نقدر نركب الكابل الواصل بين البيانات والروتر ونجد نتأكد ان اللمبة نورت واللمبة نورت معناه ان دلوقتي الكابل شغال ومتوصل بالروتر بعد ذلك دلوقتي ستبدأ تطفل برينتر من الزرارة التشغيل واوما تنتفي معاك ستبدأ تشغالها مرة تانية وزا ما نرى بعد ما شغلنا برينتر رقم الاي بي يظهر قدامكم رقم الاي بي ده هادينا نثبته عشان ما يعمل لاش مشاكل بعد ما نطفل الروتر وانشغل تماما؟ سنتقع على الزرور الهوم او المنزل نختار اوه ثم نختار نتوارك سيتنج اوه 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 ثم نختار اثر نت ثم نختار تي سي بي اي بي اوه ثم نختار اي بي في فورك سيتنج اوه ثم نختار مانويل سيتنج ثم نختار اي بي ادرس او الاختيار شايفين الرقم التسعاشر دوت عايزين نخليه خمسين او ستين او سبعين بحيث ان احنا نبعد وخادز انه يتطابق مع اي جهاز تاني زي تلفزيون موبايل تاني لابتوب في الحالة دي ممكن البرنتر ما تتطرش فحن نبعده خالص اوه او نخلي مثلا مثلا خمسين خمسين كويس او نختار اوكي دعم كده وبعد كده هنطفل البرنتر عشان رقم الاي بي يثبت معنا ونشغله مرة تانية او زي ما انتم شايفين بعد ما شغلنا البرنتر رقم الاي بي تغير كان اخره تسعة شرق دلوقتي يبقى اخره خمسين ودلوقتي هنروح للموبايل وننزل برنامج اتشي بي سمارت ونطبع بعض الخطوات فى يلا بينا اول حاجة هنعملها هنخش على البليستور او الابي ستور تمام ونروح السيرش او البحث ونبحث على برنتر اسمه اتشي بي اتشي بي سمارت او الاختيار هتلاقي او اختيار معنا مكتوب اتشي بي سمارت واللوجو بتاعه اللونه ابيض فى لابني هنختار تثبيت فهننتظر لحد ما البرنامج يبدأ يتحمل ويتثبت معنا وبعد ما البرنامج يثبت معنا هنختار فتح وقبل اي خطوة لازم يتأكد ان الموبايل ده شابك بنفس شبكة الراوتر اللي فاي اللي احنا ربطنا عليه البرنتر هنختار السماح طبعا هيقبلك كذا خطوة روتينية عادي جدا مفاش اي تعقيدات نختار قبول الكل نختار تخطي الان اول حاجة بيجيلك الخطة اللي قدامك بتختار ادور فرست برنتر وبعد كده بتختار تاني اختيار البرنتر زارت قدامنا البرنتر زارت قدامنا اتش بي لازر جيت وده رقم الاي بي اللي احنا زبطنا مع بعض فبنتختارها كده عادي جدا وبنتظر لحد ما يبدأ يثبت التعريف او دلوقتي بيقولك ان البرنتر متاح تقدر تستخدمه دلوقتي ازاي نتبعه الموضوع بسيط جدا هنقفل كل حاجة احنا عدنا ونختار الملف اللي انت عاوز تطبعه مثلا اي ملف اوصول عندك انا على سبيل المسال هنختار مرحبا بميجده وده ملفه مكون من خمس اوراق وخطوات اتباع واحدة هنعمل مشاركة او شير هنختار ارسال نسخة نبدأ نبحث على برنامج اتش بي اللي هنزلنا اهوت ونختار البرنتر تاني ايه بعد كده هنختار البرنتر اللي تحت خلطة ايه واول ما دي تنور كده معناه ناخد امر اللي هي دي اتش بي كده في امر شغالي او طبعه للاوراق زي الفول اللي هي ممتازة جدا خمس اوراق طبعات لنا بكل نسخة الموضوع سهلي كده طب على سبيل المسال البرنتر دي انا عارف انها فيها اعتباع على الوجهين اوتوماتيك اعاوز استخدم الخاصية دي الموضوع ازاي تعال نشوفه مع بعض اول حاجة بتختار ملف مكون من اكتر من ورأة يعني اكتر من ورأة اللي يجب يكون في الملف او عن اختار نفس الملف فعشان هو فيه خمس اوراق تمام كده ونختار مشاركة نختار ارسال نسخة نختار برنامج اتش بي سمارت ونختار برنتر عادي جدا لو ضغطت على برنتر ستطبع ورأة ورأة منفردة فانحنا كده لم نعملناش حاجة شايفتنا الساهم ده هنرفعه على فوق كده رابع اختيار مكتوب عليه وعلي جنبه وان سايد ضغطة واحدة على كلمة وان سايد وتختار تاني اختيار وبعد ذلك هنختار برنتر معنى ان فيه امر شغال او متنتفت امر انتهى اي سحبت الورقة ترجع تطبع ضغرها تبدأ تطلع على اي ادي اول ورقة وش وضغر اي اي لما انت شايف كده وش وضغر اي اوتوماتيك كذلك الورقة التانية وش وضغر الموضوع سهل كده ان شاء الله انتظرين الفيديو اللي جاي هنتعلم ازاي نعرف البرنتر بالكمبيوتر او اللابتوب مرة باستخدام الكابل ومرة باستخدام الراوتر الواي فاي اتمنى ان حلقة النهاردة تلالت اعجبكم اتمنى الموضوع ان اعجبكم منتظر اي استثار لكم بخصوص طبعات كان معاكم احمد السعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة